ملفات فساد مهولة في وزارة الصحة تلاحق وزيرها الحالي علاء العلواني هكذا تتحدث لجنة الصحة البرلمانية في العراق وصفة حال الوزارة برئاسة الوزير الجديد سلم الفساد الإداري والمالي في وزارة الصحة يبدأ من الدرجات الوظيفية الخاصة نزولا إلى مواقع المسؤولية الأخرى فساد أدى في نهاية المطاف إلى حرمان المواطن من الحصول على الدواء أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير متوفرة رغم أهميتها الكبيرة مثل علاج حالات الاختلاج لدى الأطفال حديثي الولادة وأدوية السرطان بينما يصول الفاسدون في الوزارة ويتعاونون مع أحزاب سياسية ومتنفذين لتمرير مشاريعهم الخاصة وثقا للجنة الصحة النيابية وبحسب برلمانيين فإن وزير الصحة الحالي على علم بسيل الفساد ولعله رأى أو سمع بما يجري في أرويقة الوزارة لكنه لا يختلف عن سابقه من الوزراء فإما أن يلتزم الصمت والخضوع للضغوط السياسية أو أن يشارك في صفقات وعقود الفساد الوزارة الغارقة في الفساد خصص لها مليار وستمائة مليون دولار في موازنة العام الحالي والنتيجة هي نقص في المستلزمات الطبية الأساسية ونقص حاد في الأدوية ولا وجود لبرنامج صحي واضح وعلى نقيض ذلك تذهب نحو نصف الأموال المخصصة لوزارة الصحة في جيوب الفاسدين بحسب مسؤولين حكومين هيئة نزاهة بدورها لم تتخذ أي إجراء بحق الفاسدين في وزارة الصحة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعفى في وقت سابق الشركات المتلكئة من العقوبات ومجالس التحقيق ومنحها مددا إضافية خارج صلاحيات عمله رغم تورط بعض الشركات بعقود فاسدة بلغت كلفتها 95 مليون دولار وفقا لبرلمانين وزير الصحة علاء العلواني لم يعترف إلى الآن بوجود أي ملف فساد في وزارته حاله في ذلك كحال وزيرة الصحة السابقة عديل حمود التي تركت الوزارة بالأمس القريب بعد فضائح مالية وإدارية ما زال صداها يسمع في أروقة الوزارة